تدفق سكان نيويورك إلى المحلات التجارية ليتزودوا بالمؤن استعدادا للإعصار الساندي الذي يتقدم من فوق المحيط الأطلسي ومن المتوقع أن يضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم الاثنين أعلن رئيس البلدية مايكل بلومبرغ حالة الطوارئ في الولاية وأمر بإجلاء ما يزيد عن 370 شخص في المناطق المنخفضة المهددة بالإعصار كما أعلنت السلطات إغلاق المنتزهات والشواطئ والمترو الذي يستقبل ما يزيد عن 4 ملايين مستخدم يوميا كما ألغيت مئات الرحلات في جميع المطارات وتم تعيين ما يزيد عن 70 ملجأ في مختلف مناطق المدينة حسب المركز الوطني للأعاصير قد يكون هذا الإعصار الأول من نوعه من حيث الحجم ليضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة فهو من الفئة الأولى على مقياس سافر سيمسون ويتجه بسرعة تبلغ 800 كم في الساعة رغم التدابير الجذرية التي اتخذتها مدينة نيويورك امتدادا من إيقاف جميع المواصلات العامة وإغلاق المدارس إلى أن البعض يشكك في مدى خطورة هذا الإعصار معتبرا هذه التدابير غير ضرورية وارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار إلى 50 قتيل حين ضرب في منطقة الكاريبي الأسبوع الماضي وتوفي معظم الضحايا جراء فيضانات وإنهيارات أرضية ويبقى الأمريكيون في حالة قلق متربصين في منازلهم حتى زوال العاصفة محمد الشعبان لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين نيويورك اشتركوا في القناة